حقيقة معالي الوزيرة برضو في نقطة مهمة جدا يمكن الناس بتبقى معتقدة بشكل كبير ان اي حد بيسافر وبيهاجر وبيقرر ان هو يعيش في بلد تانية غير مصر ان هو بينسى بلده انا اتشرفت ان انا شاركت في هذا المؤتمر في كذا نسخة ليه حقيقة ما كان فيه كواليس الجلسات اما كنا بنتكلم مع العلماء او الخبراء او المعلمين المشاركين في المؤتمر كنت بحس ان فيه حس وطني عالي جدا جدا وان هما فعلا جايين مصر وفرحانين جدا ان فيه قناة للتواصل من خلال وزارة الهجرة ان هما يجوا البلد ويدفولها بشكل كبير جدا انا محتاجة يعني اعرف من حضرتك ان فعلا المصري المهاجر ما بيكونش ناسي بلده الام بالعكس بيكون هو بيقول انا دي بلدي اللي اتولدت فيها وعايز اموت فيها والدفن فيها يمكن دي اكتر جملة يمكن سمعناها كتير جدا من المشاركين العظماء في العقول المهاجرة لو نتكلم في النقطة المهمة دي اكون شكرا جدا لحضرتك معالي الوزيرة المصريين في الخارج محدش يقدر يشكك فيه حبهم وولاءهم الشديد لدولتهم مش بس الخبراء والعلماء والمستثمرين ولكن كل مصري في الخارج حتى العامل البسيط في منطقة الخليج له من الحب والولاء الشديد لدولته ولكن هذا الحب والولاء كان محتاج القناة الشرعية عشان يوري هذا الحب والولاء لدولته قرار القيادة السياسية بعودة وزارة الهوجرة مرة اخرى الى الحكومة المصرية قرار الحقيقة اثلك صدور المصريين في الخارج لانهم رأوا من هذا القرار تثمين للقيادة السياسية للمصريين في الخارج ودورهم الحقيقة في التنمية ودورهم ايضا في الدفاع عن قضايا الوطن انما حرجع لي طالما بنتكلم عن مصر تستطيع الحقيقة زي ما حضرتك ذكرتي ولقهم وانتمقهم الحقيقة اذا كانوا بياخدوا الكثير من الاوسمة في الخارج والتكريمات في الخارج انما دايما بيبقى عايز ان بلده تحس بيه وان بلده بتكرمه عشان كده بييجي او لما الدولة بتقوله يلا احنا عايزين نستفيد من خبرتك وتعالى شارك معنا في هذه المؤتمرات الحقيقة ما بيصدق انه على طول ييجي علشان يعطي من هذه الخبرة ومن هذه الخبرات المتركمة بالتأكيد ان احنا بنهاية كل مؤتمر بعد نهايته بنكرم هؤلاء المصريين المشاركين في هذه المؤتمرات مش عايزة اقول لحضرتك يعني الدموع اللي بنشوفها والاحاسيس اللي بتوري ازاي نور مصري في الخارج يعني مقدر جدا جدا اهتمام الدولة ان هي تسمع له وان هي تستفيد من خبرته معالي الوزيرة السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل والمعلومات والتقدير الحقيقة لعقول مصر في الخارج شكرا كدا لحضرتك والشكر موصول لحضراتكم مشاهدينا في متابعة حلقتنا النهاردة من برنامجكم الحقيقة